اهلا بكم في حلقة جديدة من اتعلم الاكسل من السفر. انا محمد العسال وفي الحلقة دي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا ومعادلة مهمة جدا والمعادلة دي هي معادلة الفي لوكب. المعادلة دي هتوفر علينا وقت كتير جدا وهتوفر علينا وقت في ادخال البيانات بشكل كبير جدا. فالفيديو ده مهم ونركز فيه حل وان شاء الله المعادلة دي هتفيدكم بشكل حلو قوي. يلا بجينا نشوف المعادلة عبارة عن ايه. معادلة يا جماعة هي من اهم المعادلات اللي لازم نتعلمها. المعادلة دي تتكلم على ايه? انا هنا كده زودت في الجدول ده المنطقة. وانا عايز المنطقة تخشيلي بشكل تلقائي كل ما اسمع عميلي يتضاف هنا او يخش في الجدول ده. مش عايز انا اعد ادور هنا ارجع هنا اشوف اهو العميل ده كان فقاني منطقة واعد امقق عيني وادور. الموضوع برضو رخم. طب هنعملها ازاي المعادلة دي? المعادلة دي نعملها بان احنا بنعمل اللي هي حاجة اسمها الحركة دي نعملها بمعدلة زي ما انتم شايفين بتتكون من ايه? بتتكون من حاجة اسمها دي ايه? اللي هي القيمة اللي هو هيروح يدور بها. احنا الهدف من هنا ايه? ان احنا عايزينه اول ما يشوف قيمة هنا هو يدخل اوتوماتيكلي او بشكل تلقائي المنطقة بتاعة الراجل ده الوحدة. طيب. انا عشان اعمل الكلام ده بشكل صحيح. بدخل بتاعتي اللي هو المكان دوت اللي هو ده المكان اللي هيروح يدور بيه. طيب واعمل ايه الفصلة بتاعتي. هخش بعد كده هلاقي حاجة اسمها او اللي هو ايه? الجدول اللي هو هيروح يدور بيه على الراجل دوت عشان يشوف الراجل ده مكتوب قصاده ايه? احنا ممكن نعملها هنا. يعني ممكن نشتغل على الجدول زي دوت. بس انا مش عايز ادخل جدول زي ده لان ممكن مسلا سطر يتمسح حد يغير حاجة او حاجة زي كده. طب احسن حاجة نعملها ايه? ان احنا نعمل قاعدة بيانات. انا عملت هنا قاعدة بيانات كده. عملت كده شيت اسم قاعدة بيانات وعملت كده قاعدة بيانات مبدئية. قاعدة البيانات المبدئية دي عشان خطر تبقى احنا الدنيا عندنا ايه? هنا كل البيانات بتاعتنا اللي احنا محتاجينها تبقى ما بتسجل هنا. عشان برضو ما تبقاش معارضة للتغير. ميزة قاعدة البيانات ان هي منطقة مش معارضة للتغيير. وتبقى هي المرجع بتاعنا دايما لاي معلومة او لاي بيان احنا عايزينه وبالتالي المعادلات بتاعتنا تكون فيها نسبة سلامة اكتر ومحدش يقدر ان هو يغيرها ويحصل فيها مشاكل بشكل اكبر. فعشان كده عملت قاعدة البيانات دي. واي حد هيشتغل على اي على اي شيت بعد كده واي مشروع على الاكسل لازم يعمل لنفسه قاعدة بيانات يحط فيها البيانات المهمة زي ما انا عامل كده. فانا حطيت هنا العميل والمنطقة بتاعته. وحطيت كده كل عمل بتوعي وكل منطقته. ده كده هتعمله في الاول. عشان بعد كده تتيجي تستغلهم في اي حاجة انت عايزة يبقى ايه البيانات بتاعتك اصلها او المرجع بتاعها سليم. ولما تيجي تغير البيانة اللي في المرجع هي هي ايه? ساعتها يروح ايه? رادد على كل المعادلات المربوطة بي. بدل ما انا يبقى عندي معادلات متنطورة. واعد ان انا ايه? اقعدة يعني اجيب بقى كل شوية لو انا محتاج عدل اقعد عدل في خمسمائة مكان. لأ لما يكون اعدي قاعدة بيانات وانا جاي بكل معادلاتي بنيها على قاعدة البيانات دي. فانا لما اعدل حاجة في قاعدة البيانات كل معادلاتي بتتعدل بشكل تلقائي. فانا هنا ايه? زي ما قلنا اول حاجة كانت هو طالب ايه? زي ما انت شايف اللوكاب فاليو احنا جبناها. اللي هو القيمة اللي هيدور بيها. اللي هو الخانة اللي بتاخد الاسم العميل. بعدها التبل الريبة. التبل الريبة هنرجع هنا هنلاقي ده التبل بتاعنا. لو انت فكر من على التك توك ان انا كنت اعيل ايه? ان انت لما تيجي تعمل الكلام دوت لازم تكون الجدول من الشمال اليمين. هنا طبعا ساعتها هناك ليه? لان كان اتجاه الشيت بتاعها والصفحة بتاعتي كانت شمال يمين. المراضي احنا اتجاه الشيت بتاعنا زي ما انتم شايفين يمين شمال. فبناها عليه المعادلة بتاعت الفيلو كاب هي بتمشي مع اتجاه الشيت. يعني لو يمين شمال لازم يكون القيمة اللي انت بتدور عليها ان هناك او اللي انت مدخلها هناك اللي هي لما يجي المعدة تدور عليها في الجدول ده تلاقيها في اول عمود. يعني لازم تلاقيها في اول عمود. فدايما يبقى ايه لو انت مدخل اسم العميل لازم يبقى اسم العميل هنا في اول عمود في الجدول. ده لو انت شغال شمال يمين هتمشي شمال يمين لو شغال يمين شمال هتمشي يمين شمال زي ما انا فهمتك دلوقتي. طيب زي ما احنا كده شفنا احنا اخترنا كده بتاعنا. طيب قبل ما نقل النحة التانية على 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 الشيت بتاعي لازم اتأكد ان انا سبت المكان دوت لان انا لو نقلت هناك دلوقتي على الرئيسي. لاحز هنا العنوان بتاع قاعدة البيانات ده هيتغير وساعتها كده المعادلة بتاعتي مش هتشتغل وهتبوز. فعمل حركة دي ازاي? هجي قاف كده عليها وادوس على دي عشان يعلم لي عليها كلها. واروح دايس اربعة. شو لاحز او ما دوست اربعة هو راح راجع لي للايه للشيت اللي هو الرئيسي لوحده من غير ما انا عمل حاجة. هو رجع لي بشكل اوتومات تلقائي. وراح مكمل لي المعادلة زي ما انت شايف كده وراح ايه قال لي بقى اكمل انت بقى. فهدوس فاصلة عشان اروح على حاجة اسمها دي ايه زي ما احنا شفنا هو لما 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 رحنا لعمود الجدول اللي هناك لو انت فاكر هيبقى اسم العميل وبعد دي المنطقة ده في الجدول اللي هناك. فهو عايز يقول لي ايه طب انا لما هو لما راح اخد اللي هي موجودة هنا وراح دور عليها في اللي هو موجود هناك ولقى ان هي ايه الدنيا متمثلة. يعني لقى هشام عفيفي هنا ولا هشام يوسري مش عايف ولا هشام ايه? هشام فتحي. راح دور عليه هناك لقى هشام فتحي. طيب انا لقيت هشام فتحي يا باشا والدنيا تمام. هنعمل ايه بعد كده? هقول له هتجيب لي القيمة اللي في العمود رقم اتنين. لو لو انت فاكر العمود المنطقة هناك هو العمود رقم اتنين. لما تعد كده عمود واحد ورا العمود المنطقة كان هو عمود رقم اتنين. ف زي ما انت شايف كده هرجع لك عشان هو ريك اهو. ده العمود اهو. وده ايه? ده العمود رقم اتنين. ده واحد وده اتنين. فانا ساعتها لما اقول له. لازم اقول له ايه? ان انت هتجيب لي العمود رقم اتنين. لازم اقول لكل بتاعي اللي هو اتنين. طبعا ممكن البيان بتاعك يكون في عمود رقم تلاتة. ساعة هتحط رقم تلاتة او اربعة ساعة هتحط رقم اربعة. على حسب البيانة اللي انت عايز تجيبه من الانهي عمود هتكتب رقم العمود. وهتسيب فاصلة. اخر حتة اللي هي دي بيقول لك ايه? هو لما ياخد الاسم اللي هو هشان فاتحي ده ويروح يدور عليه هناك. لازم يكون الاسمين متطبقين? ولا ممكن يبقى متطبقين بشكل يعني جزئي. يعني مسلا لو فاتحي دي مكتوبة بالالف بدل ليه? هل انت عايزني ان انا اعتبارها ان هي الاتنين واحد ولا عايزهم لازم يكون هشان فاتحي هنا زي هشان فاتحي هناك بالزبط? هقول له لأ. انا عايزها فولس اجزاكت ماتش. تقول لك تيب لك هي ما توقف على هي الاتنين واحد. يا بسعياتها هو لما ياخد هشان فاتحي دي لازم تكون هشان فاتحي اللي مكتوبة هنا هي هي بالزبط المكتوبة هناك. وانا وانا افضل الكلام ده لي عشان تحافظ ان بياناتك تكون كلها شبه بعض في نفس المكان. والحاجات دي بتدي لك زي مراجعة. لما تدخل حاجة غلط هتلاقي المعدلة هنا قصة مش شغالة. فانت ستفهم ان في حاجة غلط. فتبقى انت دايما بتراجع على شغلك ودايما متأكد ان بياناتك سريعة بنسبة مية في المية. اول ما ندوس انت هتلاقي راح بص منزل الجيزة لوحده. واروح شادت كده. تحت هنا كده لاحز. هتلاقي راح مسكن لي اسامي المنطقة للكلام دوت بشكل تلقائي والواحده. ودي يا شباب كانت معادلة واتمنى انتوا تكونوا استفدتوا بيها. وطبعا ما تنسوش موضوع قاعدة البيانات ده. لان ده مهم جدا ويبني دايما قاعدة بيانات لأي حاجة انت بتعملها. لان هي هتساعدك كتير ان هي هتخلي لك فيه او في مركزية في مصدر بياناتك في المعادلات. فبالتالي لما تيجي تغير حاجة او تعمل تعديل في اي حاجة. هتعمله في مكان واحد. هيروح مع ايه? مسمع في كل حتة بدل ما تقعد تجري ورا نفسك وتتلقبط بالذات لما تشيت يكبر او فيه حاجم بيانات كبيرة. وان شاء الله اشوفكم الحلقة الجاية واشوفكم على خير ان شاء الله. اتمنى الدرس المرة دي يكون عجبكو وافاتكو بشكل كبير. ويا ريت نطبق الكلام ده يا جماعة لان التطبيق هو من اهم الحاجات اللي هتخلينا المعلومة تثبت في دماغنا وتساعدنا. ولازم يبقى عندك مرجع كده كتابي اكتب فيه معادلات وكل واحدة بتعمل ايه? عشان خاطر لما تيجي تشتغل بعد كده ما تنساش. دي حاجة مهمة برضو ان انت تعمل نفسك مرجع في المعادلات. واشوفكم ان شاء الله كل يوم سابت وكل يوم تقالية الساعة تمانية بتطبيق القاهرة. في حلقة جديدة مع الاكساب.